موسيقى البكاء ما أنطل شهر عاشوراء فهذا يعني تأجيج جمرة الحزن في قلوب الشيعة والأحرار كافة يبكي شيع إمامهم بكل ما لديهم من حرقة وغصة ولهفة إذن فهم يبكون بكل ما للبكاء من معنا يبكون جماعات وفرادا والأغلب في تجمعات صفوفهم المتراصة في المجالس الحسينية بحيث يبدو هذا البكاء وكأنه أنشودة لوحدة أبدية تزيد من لحمة الجماهير الموالية لأهل البيت اعتادت الشيعة أن تبكي إمامهم الحسين عليه السلام في محافل العزاء المستمرة والتي يقيموها ويعقدونها على امتداد شهري محرم وصفر فتغص مجالسهم هذه بالحضور الوافر وهم عادة ما يستحبون أطفالهم إلى هذه المجالس لترسيخ مبادئ وأهداف النهضة الحسينية حتى يشيع تصاعد رنات البكاء من هذه الجماهير وأحوالهم وألسنتهم تلهج بذكر الإمام الحسين عليه السلام تماشياً مع صوت المقرئ الحسيني الذي يقرأ المرثيات الحسينية ليلهب عواطف الجماهير الموالية بنعيه الشجي فيبكي ويبكي لهول المصيبة العظمى يتفان الناس بإظهار وإبداء كل معالم الحزن المعتملة في صدورهم ولهذا فقد يسعى الكثير منهم إلى تلطيخ وجهه بالطين والوحل كناية عن حالة الحزن والأسل عميقتين حيث تصحب تلك المراسم مظاهر اللطم والحزن المرير والذي تتوحد به كل شرائح المجتمع لأن يوم الحسين كما قال الإمام الصادق عليه السلام أعظم مصيبة من جميع الأيام إن البكاء بما هو بكاء من أبرز وأرقى المشاعر الإنسانية فالعظيم عندما يتأثر يبكي سواء حزنا أو فرحا وسيد الشهداء عليه السلام دمعة كل مؤمن ما ذكره مؤمن ولا حر في أدنى الأرض ولا غربها ولا منصف إلا وبكى بكى لمواقفه بكى لما جرى عليه نعم قد لا يبكي المرء على فقد أعز ذويه وأقرب الناس إليه بهذه الحرارة وبإبداء كل مظاهر الجزع بهذا الشكل العفوي كما في قضية الإمام الحسين عليه السلام ولعل ما يدفع إلى البكاء أكثر كثرة تعدد النصب التخطيطية لواقعة الطف وحيثها هنا فلابد أن يغدو مألوفا رؤية بكاء الناس بكل معاني الإخلاص والوفاء والولاء على مصاب سيد شباب أهل الجنة أجمعين وقد قال الإمام الصادق عليه السلام إن أبا عبد الله الحسين لما قتل بكت عليه السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن وما يتقلب في الجنة والنار نعم يبكي الناس كبارا وصغارا شيبا وشبابا أطفالا ونساء يبكون إمامهم في كل تجمع لهم ومحفل وعند رؤية كل عزاء وموكب ومما لا يخفى إن الواقع الأكثر تأثيرا هو بكاء الرجال الشيبة وكبار السن وهم يبكون أيضا على نفس رزاء المصيبة التي لا زالت تقرع بصداها سماع الدهر وذمة التاريخ وقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عودوا قلوبكم الرأفة وأكثروا من التفكر والبكاء من خشة الله تعالى وأروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال أوح الله تعالى إلى عيسى بن مريم عليه السلام يا عيسى هب لي من عينيك الدموع ومن قلبك الخشوع ومن بدنك الخضوع وكحل عينيك بميل الحزن وهذا هو أفضل أنواع البكاء والبكاء على الحسين هو من هذا النوع بلا شك يقول عبد الله بن سنان دخلت على سيدي أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام في يوم عاشوراء فألفيته كاسف اللون ظاهر الحزن ودموعه تنحدر من عينيه كاللؤلؤ المتصاقط فقلت يا ابن رسول الله مما بكاءك لا أبكى الله عينيك فقال لي أوفي غفلة أنت أما علمت أن الحسين بن علي عليه السلام أصيب في مثل هذا اليوم صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين يا أبا عبد الله الحسين